قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حانا في جبالي إن القوات المسلحة سجلت ملحمة عسكرية عظيمة في السادس من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وفي كلمة بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابة خلال الجلسة العامة للمجلس أشار رئيس المجلس إلى أن مصر سجلت ملحمة سياسية وديبلوماسية وقانونية فريدة لرفع العلم المصري فوق طابة آخر قطعة من أراضينا المحررة في التاسع عشر من مارس عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين وأكد المستشار الدكتور حانا في جبالي أن ذكرى تحرير طابة منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء ومثالا يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية ودرسا في أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والعمل والعلم وليس بالأمان والشعارات